موسيقى موجز اخباري من قناة السابعة اهلا بكم بداية اذا وفق مجلس الوزراء الاماراتية اليوم الاثنين على استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات لكافة الجنسيات ويهدف هذا لدعم نظام السياحة والتأكيد على مكانة الامارات كوجهة سياحية عالمية للجميع هذا وترأس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الاجتماع الاول لمجلس الوزراء في عام 2020 ووفقا لما نشره في تغريدة عبر حسابه على تويتر مؤكدا عبرها ان عام 2020 سيكون عاما مختلف دبلوماسيا باشرت ماهينور ازدمير كوكتاش اليوم الاثنين مهامها كسفيرة لتركيا لدى الجزائر خلفا لمحمد بوروية حسب السفرة التركية بالجزائر هذا واستقبل وزير الخارجي الجزائري صبري بقدوم امسا الاحد ماهينور ازدمير كوكتاش التي سلمت ووراق احتمادها كسفيرة جديدة وتأتي مباشرتها لمهام منصبها بالتبزامن مع الزيارة التي يجريها وزير الخارجية التركي الى الجزائر اليوم الى شان المحلي حيث اصدرت محكمة بيرموراد رايس بالعاصمة اليوم الاثنين حكما بالسجن النافذ سنتين وغرم مالية قدرها 500 الف دينار ضد عبد سمار صاحب موقع الجري بارت كما اصدرت نفس المحكمة في نفس القضية حكما مماثلا بالسجن النافذ سنتين وغرم مالية قدرت بخمسين مليون سنتيم ضد المدعو مروان بودياب هذا ويتابع عبد السمار ورفيقه مروان بودياب بتهمة القذف على خلفية قيامهما بنشر اخبار كاذبة على الموقع الالكتروني الجري بارت في الشان الاقتصادي قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن عيان لإلغاء الضريبة على اصحاب الدخل الضعيف خطأ من شان التأثير على الخزينة العمومية واراداتها دون ان يكون له تأثير على القدرة الشرائية لهذه الفئة واكد عيا خلال استضافته بالقناة لذاعية الاولى ان تدهور الكبير للقدرة الشرائية لن تحله الف دنار الناتج عن إلغاء الضريبة داعيا في هذا السياق الى ضرورة رفع مستوى التحصيل الضريبية العادي ورقمنة القطاع واخراجه من فوضى البيروقراطية ومشددا على ضرورة إعادة النظر في الأجور لفئات كثيرة من المجتمع نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر